هو عبارة عن تنبو حاسوبي لقابلية مركب موجود في البحر الأحمر بأنه يثبت عمل فيروس ستارس كوف 2 اللي هو المسؤول عن كوفيد 19 بأقل إضرار جانبية أول شي لو دخلت على المعامل وبدأت أشوف فعالية المركب هذا يمدينها بعدين لشوفه سي ممكن يتطبق في العلاجات والدي هو أكتر محفز لي في الحياة طبعا وأنا كمان كان دي أشغف كبير بالمجال هذا اللي هو الأحياء المعلوماتية وبس فكرت أنه خلال هذا الجاحة لو فيه أشياء ممكن تكون زي ما يقوله أشياء من المملكة نفسها ممكن تساعد فهذا كنت بحثت عن مركبات في البحر الأحمر ووجدت واحدة من إحدى هاد المركبات ممكن جيب نتيجة أو فعالية فما كان عندي مشرف لي في المجال هذا أشغل في جامعة الملك عبدالعزيز هشام الطيب هو كان اللي ساعدني بإني أكمل المشروع وأسوي البحر وزي ما قلت أول شي لازم أبدأ بالمعامل أني أشتغل في معامل أول بعد الفرصة بأن أشتغل في معامل ممكن نشوف إذا النتائج تسمح بأنه يطبق بكلناكول شايلز اللي هي مع المرضى وبعدها ممكن ننتقل بأنه يسوى علاج أو شي سيجده